مشهد الرياضي بالتأكيد يعني خلينا أول شيء نأخذ ردة الفعل في وسائل التواصل الاجتماعي شاهدنا من يوم أمس إلى الآن ردة الفعل متواصلة خلينا نتكلم عن الأمير خالد بن عبدالله الكثير طبعا بنتكلم عن الأمير خالد بن عبدالله في مجال كرة القدم أنا بترك في مجال كرة القدم للأساتذة الأستاذ عبدالعزيز والكابتن صالح خلينا أنا يعني إلى سنوات عايشتها بالنسبة هذا الرجل في الألعاب المختلفة تعرف النادي الأهلي ليس فقط كرة القدم هو من الأندية المتفوقة في الألعاب المختلفة سواء كانت الألعاب الجماعية أو الفردية صحيح على مدار ثلاثين سنة على الأقل أو خمسة وعشرين سنة اللي عايشت أنا بالنسبة للألعاب المختلفة في العبتي كرة الطائرة وكرة اليد كثير عندما يهتز فريق اليد أو فريق الطائرة في النادي الأهلي تجد الأمير خالد بن عبدالله يعني بطريقة سريعة جدا جلب لاعبين من أنبية أخرى أو هيئة سبل النجاح من أجل أن تنهض يد الأهلي أو طائرة الأهلي وأيضا حقيقة لا ننسى اهتمامي بالألعاب المختلفة حتى أنه ضم أيضا البطل الأولمبي السعودي هاري صوعان من نادي ضمك إلى النادي الأهلي كثير حقيقة في الألعاب المختلفة وفي ملفات الألعاب المختلفة ما كان النادي الأهلي هو أحد المحطات الهامة لتغذية المنتخبات الوطنية وفي كافة الدرجات ناشئين شباب على المستوى الفريق الأول لو تتبعت هذا التاريخ وهذه الألعاب الكثيرة جدا ستجد الأمير خالد بن عبد الله له أياد بغيضاء كثيرة جدا يعني يكفي أنه يعني على سبيل المثال كثير حقيقة من نجوم كرة اليد في المنطقة الشرقية تعرف كرة اليد ليست ككرة القدم صحيح هناك احتراف وهناك جوانب مادرية أو عواعد مادرية استطاع الأمير خالد بن عبد الله نقل هؤلاء النجوم من أنلية المنطقة الشرقية إلى النادي الأهلي وأيضا توفير الوظائف وما إلى ذلك أقصد بذلك أن خالد بن عبد الله لا يمكن أن يختصر في لعبة كرة القدم هو شخصية أو مدرسة رياضية تخرجت على يد العديد حقيقة من الأجيال حتى الإدارية شوف في النادي الأهلي طبعا لا أريد لأننا نحن نتحدث عن الأهلي وليس فقط تغليل الأندية الأخرى في النادي الأهلي كثير من الكوادر الإدارية تخرجت على يد الأمير خالد بن عبد الله وفي جميع الألعاب مع لك كرة القدم أترك الحديث طبعا للسيد عبد العزيز والكابتن صاني طيب